مرحبا بكم ورحمة الرجل رمضان كريم عليكم اعف ان انا متاخره شوية انا محسن الفيديو اليوم لبنات اللي بتواجه صعوبة شوية في الكريم كونتورينج لو انت عايت تعرفي كيف تعملي كريم كونتورينج ويبقى عندك فلاوليس بايز في بولشين الفيديو ده يبقى بس حلوة الماتيري اللي اقدر استعمله ك كريم كونتور اول حاجة يبقى عندك كريم كونتور بالت بزا طبعا بيبقى للبروفاشنال اليوز اكتب الحاجة التانية اللي تبقى للبروفاشنال اليوز هي الكنسيلر يكون درقته غمقى قوي اكينه برونزر فنقدر نعمل به كريم كونتورينج لدينا 2 options ان احنا نعمل بلندنج للكريم كونتورينج اول option هو الفرشة بتبقى كده فرشة مكببة شوية دنس شوية متبقىش فلافي وطويلة زي ما قلت كده هوا صفاها بيبقى مكببة الحاجة التانية يبقى عندنا وكمان حتى مكببة ما نحتاجش اي فرشة خالص نحن نعمل البيز بتاع وشي اول طبعا عندي ان انا هاخد البيوتي بلندر دي بالحتة اللي تحت مدورة دي هاخد الموسترازر بتاعي وابدأ اوضعه على وشي الطب هنا ان انت لو عملت كل حاجة بالبيوتي بلندر هيبقى كل حاجة واخدى من بعض واشتحسي ان في صعوبة ان انت تعملي بلندنج لأي حاجة خالص استعمل دلوقتي البرمير بتاع NYXL Honey Do Me Up بنفس الحتة اللي استعملت فيها المرتب هابدأ اوضع البرمير بتاعي على وشي زي ما قلتلكو ده هيساعد ان الفونديشن والكونتور يتعمل بلندنج بطريقة سهلة جدا وبش هتواجه اي صعوبة ان يطلع مقطع او الحاجات اللي نشوفها اللي مش متحبها هاخد الفونديشن بتاعي احطه على ايدي وعمله بلندنج عايدي بنفس الحتة بتاع البيوتي بلندر اللي استعملت فيها المرتب والبرمير ابدأ كده اوضع طبعا انتو استعملوا اي فونديشن انتو بتحبوه بيش اي مشكلة خالص اهم حاجة و احنا نعمل الميك اف بتاع وشينا مستنيش لحده من الفونديشن ينشف ابدأ اعمل كريم كونتورين ليه بتبقى غلطة برضه ان الناس بتثيب ده خمس وعشرة اي اندهان بتتيجي تحط الكريم كونتور فمش بيتعمل بلندنج خالص فلازم نتاكد ان الحاجة لسه وات فلازم نعمل لها بلندن انا استعمل دلوقتي الاي برو جيرل انا استعمل دلوقتي الاي برو جيرل انا استعمل كريم كونتوري بتعمل بلدنج حلو اوي بيتباع هنا عند كده فانا هبدأ اخد على ظهر ايدي كده ومنغير ما استعمل اي فورشة اخد عائدة جدا بسبعي وابدأ ان انا احط في الاماكن اللي انا عايز اعمل كريم كونتور لها انتم ممكن استعملوا فلاد براش عايدي تحطوا بها البرودكت على وشكو بس انا بحاول سهل عليكم ان مش لايزم يبقى فيه براشوس كتير قوي في الكتب بتاعتنا سواء برسنل او بروفاشنل بحيث ان انا اعرف اعمل ميكا بلوك يعني كويس هبدأ بنفس الحتة اللي استعملتها هو استرايزر والفونديش اعمل بها بلننج للكونتور بتاعي وهتلاقوا دلوقتي ان الحاجة اللي ستعملها بلند بمنتهى السهولة بصوا مفيش اسهل من كده مش لايزم فورشة معينة مش لايزم اي حاجة معينة الموضوع ابسط من كده بكتير يا جماعة تيب تانية انا لو عمدي كريم كونتور درقته غمقة جدا 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 و انا مسلا درقت فتحة ممكن ااخد نقطة من الكنسيلر الغمق ده ويعملوا بلندنج مع الفونديشن فيديني الشيط الكنتور بتاعي اللي تليقى لدرجة وش الوقتي عملت بلندنج للكونتور بتاعي بالحتة زين انا دلوقتي لو عملت بلندنج للكونتور بتاعي وحسيت ان فيه هارش لاين او حتة ممكن بالحتة بتاعي اللي عم فيها كونتور ابدأ اطبطب كده بحيث ان انا اخد من ده على ده شوية فكله يبقى واحدة ومن يبقىش كده خلصت الميكب لك بتاعي اتمنى تكون الفيديو اعجبكوا واستفدتوا بالتبس الزوارة اللي فيني سيو ناكس فيديو